غادات الضربات الغربية ضد دمشق، واشنطن تقول إنها مستعدة لتنفيذ ضربة أخرى إذا استخدمت الحكومة السورية أسلحة كيموية مجدداً كانت رسالة واضحة تماماً، لن تسمح الولايات المتحدة لنظام الأسد بمواصلة استخدام أسلحة كيميائية إذا استخدم النظام السوري هذا الغاز السام مجدداً، ستكون واشنطن جاهزة للرد روسيا وصفت هجوم الولايات المتحدة بمشاركة بريطانيا وفرنسا على سوريا بالعدوان وقالت إنه يهدد الحل السياسي للصراع في سوريا بدون تفويد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تم شن عدوان على دولة ذات سيادة تدين روسيا بأقوى العبارات الهجوم ضد سوريا الأمين العام للأمم المتحدة حثت دول الأعضاء في مجلس الأمن على ضبط النفس وتجنب التصعيد تفادياً لتفاقم معاناة السوريين أحث كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن على التحلي بضبط النفس في تلك الظروف الخطيرة وتجنب أي أفعال من شأنها تصعيد الأمور في سوريا وتفاقم معاناة الشعب السوري أما دمشق فقالت إن تلك الضربات الغربية لن تغير شيئاً في الواقع لكنها رحبت ببعتة مفتش الأسلحة الكيموية مقام به لن يؤدي إلى تصليح أو إلى إصلاح هذا الواقع لذلك سوريا لها المصلحة الأكبر في وصول هذه الباتة وفي القيام بعملها الزعيم الإيراني علي خامنائي اعتبر الهجوم على سوريا جريمة وقال إنه لن يحقق أي مكاسب الضربات التي تم شنها ضد سوريا تشكل جريمة أعلن بوضح أن الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء البريطانية ارتكبوا جريمة أما ألمانيا فقالت إنها ستنظم إلى فرنسا من أجل جهود دولية جديدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في سوريا سنعمل معا مع فرنسا من أجل الخروج بصيغة دولية يمكنها أن تعطي زخما جديدا للعملية السياسية وبعد ساعات على شن ضربات جوية ردا على هجوم محتمل بالغاز السام في دوما وصل مفتش الأسلحة الكيموية إلى دمشق في محاولة للوصول إلى الموقع الذي يشتبه بأنه تعرض لهجوم كيموي قبل أيام